هنشرح من خلال هذا الفيديو أداة رسم الأقواص وهي ArcTool في SketchUp هي أداة من أساسيات تعلم برنامج SketchUp أول حاجة هنعرفها كيفية الوصول لأداة ArcTool في برنامج جوجل SketchUp عندك طريقين؟ طريق الأولاني من الشريط العلوي هلاقي في مجموعة أدوات ArcTool لو ضغطنا على السهبة ده هنلاقيها بتتكون من أربعة أدوات الطريق الثاني من شريط Toolbar أو Large Toolbar هلاقي مجموعة أدوات رسم الأقواص إزاي أستخدم أداة ArcTool أول حاجة هعمله هروح لأداة وابتدي أختار أول نوع منهم وهو اسمه Arc هضغط عليه فوراً الماوس هيتحول معايا لشكل يشبه شكل البصلة أو المنقلة بيطلب مني إن أدخله نقطة التمركز هبتدي أقرب كده في أي مكان وابتدي أضغط Click بعد كده ببتدي أسحب بالماوس علشان أحدد Tool القوس بتاعي ثم أضغط Click آخر بعد كده أسحب مرة أخرى علشان البرنامج بيطلب مني Tool القوس بتاعي ممكن أن أضغط كليك ورسم القوس أو أن أضغط بهذه الطريقة أو أسحب مرة أخرى هننفذ الأمر مرة ثانية وابتدي أدخل الزاوية بتاعة هذا القوس لو ضغطنا 90 درجة هلاقي أن الزاوية بتاعة هذا القوس 90 درجة بهذه الطريقة يبقى ده كده أول نوع من أنواع الرسم الأرك في برنامج جوجل سكتش أب تاني نوع لو جينا اخترناه هو عبارة عن تو بوينت أرك اسمه كده لو ضغطنا عليه بيطلب مني أننا أدخله ثلاث نقاط أول نقطة وهي نقطة البداية هضغط كليك وأسحب حيطلب مني بعد كده أننا أديله نقطة النهاية أبتدي أضغط كليك بعد كده أسحب الماوس بهذه الطريقة وابتدي أدخله النقطة الأخيرة ممكن أننا أكتب قيمة الطول اللي بيديني النقطة الثالثة أو أننا أضغط كليك بهذه الطريقة حيبتدي القوس يترسم معايا زي ما حضركم شايفين ولكن هذا القوس يترسم في الاتجاه الزد طيب لو عايز أرسمه في الاتجاه آخر هضغط كليك وأسحب كليك تاني وأسحب لاحظ أن المؤشر بتاع القطر أو النقطة الثالثة بتاع هذا الأرك لونه أحمر معنى ذلك أننا ماشي موازي لمحور X أما لو بقي لونه أخضر حتى يبقى معنى أننا ماشي موازي لمحور Y أما لو بقي أزرق يبني برسم في اتجاه الفرونت أو اتجاه محور Z أضغط كليك هتدي الأمر ينتهي معايا طبعا برضو ممكن أدخله قيمة الأمر الثالث أو النوع الثالث من أنواع رسم الأرك ألا وهو two point arc عبارة عن arc برسمه من خلال أننا بدقل ثلاث نقاط هفعل الأمر بهذه الطريقة وابتدي أول حاجة أدي له أول نقطة بعد كده بابتدي أدي له نقطة النهاية بهذه الطريقة بعد كده أسحب بهذه الطريقة وابتدي له النقطة الأخيرة بهذه الطريقة يبقى دي كده تلات أدوات من أدوات رسم الأرك أما النوع الأخير وهو نوع مختلف شوية في ميزة جميلة جدا تقدر تستخدمها هروح أختار من هذا السهم برضو واختار النوع الثالث وهو buy اسمه buy لو ضغطت عليه تقريبا هو شبه النوع الأول ولكن بيختلف في حاجة واحدة بس بيختلف أنه في الآخر بيكون لي سطح لو جيت اخترت النقطة الأولى وسحبت وديت له النقطة الثالثة وسحبت وديت له النقطة الثالثة هتلاقي أن في النهاية الأرك ده بيكون لي سطح عكس النوع الأول النوع الأول كله كنت بعمله لو جيت اخترت الأرك العادي ديت له click وclick وسحبت وديت له click شايفين الفرق هنا بيقفل لي الخطين دول علشان يكون لي سطح. في حاجة جميلة جدا ان انا لو جيت اخترت هذا الارك ورحت للمربع ده اسمه انت دي انفو هلاقي في كل المعلومات بتاعت هذا الارك اقدر ان انا اغير في السيجمانت شايفين السيجمانت دي هو حاليا اتناشر سيجمانت لو خلتهم خمسين هلاقي ان السطح ده هينعم معايا وضغط انتر واخدين بالكم طب لو خليتوا اربعة الارك حيتكون معايا من اربعة سيجمانت كذلك اقدر اغير في الراديس الراديس هنا تمانية واربعين لو خليته وليكن سبعين انتر واخدين بالكم ده الفرق كذلك النوع ده كذلك الارك ده ممكن اغير برضو في الراديس والسيجمانت بتاعته زي ما انا عايزه تقوله يعني لو اخترته وجيت عند اللينس وقلت له خليه امتين انتر ميتين اسف ما بتغيرش هو فوق الراديس ميتين انتر هلاقي ان الراديس اختلف معايا بهذه الطريقة كده نبقى احنا خلصنا مجموعة الاول بتاعتنا في رسم الارك باستخدام اداة اركو طول وعرفنا اربعة انواع مختلفة من ادوات رسم الاركو طول وهما ارك تو بوينت ارك سري بوينت ارك البي طبعا اه مهم جدا انك تتضرب على مجموعة الادوات دي وتعرف الفروق بتاعتهم ولازم تتمرن عليهم كلهم على اساس ان كل نوع منهم ليه حالة مختلفة تقدر تستخدمها في الشغل بتاعك هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله من خلال هذا الفيديو اشكركم يارب يكون الفيديو مفيد لحضرتكم نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته